إيه لي يخلي شخص يعيد برمجة عقله وأدوات قياسه إنه يشوفته بيدي أغلى من تدوه في عالم مادة؟ السموات الجديدة والأرض الجديدة السموات الجديدة والأرض الجديدة ده مش بس السموات الجديدة والأرض الجديدة والجسم الجديد لأنه أنا قناعتي الشخصية إن الجسم الجديد هيبقى متفصل على قد الكيان اللي تكون ونجم يمتاز عن نجم في المجد فحجم المجد بص اسمع العبارة دي لذلك لا نفشل بل إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فياو اسمع اللي بعدين لأن خفت ضيقتنا الوقتية خفة خفة العالم كله خفيفة يا اسمع العالم منهوش جوهر فاكر الحكاية بتاعة باضل جلام لما قال لها الواقع بتاعك الواقع بتاعنا يلحسوا أفراغ ونفوش حاجة فعلى خفة وهم ضيقتنا الوقتية تنشئ تخلق فاكر لما قلتلك الإيمان بما يقولون عنه وهم خلق فيه واقع جديد بينما ما يسمونه واقع خلق فيه وهم رهيب أنا كنت عايش مع وهم تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقلة مجد أبدي هذا المجد الأبدي ليس في الكيان الداخلي فقط لكن في الكيان الخارجي في الجسم الجديد وعشان كده هو جسم روحاني مصمم على مآس الروح على قدر ما وصلت الروح إلى حالة من المجد سيكون الجسم الجديد وستكون مساحة تأثيرك في العالم الجديد وستكون مساحة قربك من الله في العالم الجديد وستكون مساحة اتساعك لاستقبال محبة الله وسكب محبة الله للخلائق فلما نصح من النوم وتنتهي ينتهي الحلم بتاعنا ده في الأرض هنا هننتقل إلى عالمنا الواقعي إلا هيتحدد فيه وجودنا ومنظرنا وإمكانياتنا وكهنتنا وملكنا وخدمتنا وثمرنا على قد اللي أنا بتحمله هنا وعشان كده يختم بقى الآية دي ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدا فمحاولة التفكير بالطريقة دي باستمرار ده اللي بقى يساعدني أنه نكتبه آه أنه سنة تأخير في الكارير مش ورث أو لا تستحق المكسب الوجداني الكاينوني اللي أنا كسبته لما عملت هذا الشيء النظرة معينة سماوية بالصد أوكي يعني أنا بقول باختصار أننا ماشينا عكس تكوين اتنين في تكوين اتنين ربنا عمل الجسم وما عرفش خد فيه أديه وقت لأنه بيقول لك جبل رب الإله جبل يسر بالعبري يعني على مهله بيعمل وبعدين نفخ في أمفهم فهنا الروح وهنا الجسم الجسم خد وقت طويل والروح في لحظة دلوقتي بيحصل العكس يجب للرب الإله الروح الكيان الداخلي وينتهي في لحظة يغير له الجسم ترجمة نانسي قنقر